الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على شراف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيراً ما بعد لازلنا مع شرح بن عقيل على الألفية وإن تخفف أن فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلاً ولم يكن دعاً ولم يكن تصريفه ممتنعة فلحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضاً فنوي منصوبها وثابتاً أيضاً نوي عندنا تخفيف أن نحن قلنا في الدرس الماضي أن بعض الحروف إذا خففت تهمل أما أن وكأن إذا خففتا لا يبطل عملها هذا أولاً اسمها ضمير الشأن محذوف خبرها لابد أن يكون جملة علمت أن زيد قائم هنا أن الضمير أنه وزيد قائم هو الخبر وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن إذن الأصل في أن إذا خففت اسمها ضمير إذن لابد أن يكون ضمير وأن يكون بمعنى الشأن وأن يكون محذوفاً لكن هنا الشاعر أتى باسمها ظاهر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق إذن أن كه فالكاف اسم أن ومع ذلك نحن اشترطنا أن يكون ضمير وبمعنى الشأن ويكون محذوف لكن هذا جاء بهذا الآن عندنا اسمها استكن خبرها جملة إذن خبر أن المخففة إما جملة اسمية وإما جملة فعلية إذا كان جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل علمت أن زيد قائم أين اسمها؟ ضمير استكن أن هو وزيد قائم هي الخبر هنا هل احتاجت إلى فاصل بين أن والجملة؟ الجواب لا لكن لو كانت جملة اسمية قصد فيها النفي قصد فيها النفي أتينا بحرف النفي وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون أما إذا كان جملة فعلية إما فعل متصرف أو فعل غير متصرف غير المتصرف لا يحتاج إلى فاصل وأن ليس للإنسان إلا ما سعه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم لا نحتاج إلى فاصل متصرف إما دعاء أو غير دعاء إذا كان دعاء لم نحتاج إلى فاصل قراءة من قرأ والخامسة أن غضب الله عليها لم يكن دعاء هنا نقول ذهب بعض العلماء أنه يجب الفصل إلا قليل المصنف يجوز الفصل وتركه ما هو الأحسن والأحسن الفصل إذن والأحسن الفصل عندنا أربعة أشياء قد والسين وسوف وسنأتي إلى الباقي إن شاء الله بعد قليل قد ونعلم أن قد صدقتنا حرف التنفيذ السين سوف السين علم أن سيكون منكم مرضى سوف وأعلم فعلم المرء ينفعه اعلم وفعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كلما قدراء والأحسن والأحسن الفصل قد سين سوف وسوف نأتي على البقية إن شاء الله ونعلم أن قد صدقتنا حرف التنفيذ السين علم أن سيكون منكم مرضى سوف وأعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدراء الأحسن الفصل قدمنا قد قدمنا السين قدمنا سوف الآن معنى النفي فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو إذن النفي أفلا يرون ألا يرجعوا لو وأن لو استقاموا على الطريقة أولم يهدي للذين يريثون الأرض من بعد أهلها اللو نشى أصبناهم بذنوبه وقد جاء بدون لو علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل جاء بدون لو لأن بعض النحاة كما قال الشيخ وقليل ذكره لو يعني ذكرها قليل ذكر النحاة أن لو تأتي بعد أن التي خففت قرئة لمن أراد أن يتموا الرضا على أن هنا أن المخففة من الثقيلة وهذه قراءة شادة خففت كأن فعملت عمل أن خففت خففت كأن فعملت عمل أن جملة اسمية كأن زيد قائم جملة فعلية مصدرة بلم كأن لم تغنى بالأمس مصدرة بقد وهذا البيت تقدم أفدت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي لكن جاءت بدون قد ظهر اسمها وقد لا يظهر هذا البيت روي بروايتين وصدر مشرق النحر كأن ثديه حقاني إذا قلت ثديه صار اسم كأن حقاني الخبر إن قلت صار ثدياه حقاني جملة اسمية خبر كأن وبعض العلماء كأن ثدياه حقاني يجعل المثنى يلزم الألف فيدخل أنه اسم كأن إذن عندنا ثلاث أعرابات ثدييه اسم كأن ثدياه وحقاني جملة اسمية خبر كأن أو ثدياه الخبر لكنه يلزم الألف لأنه على لغة من يلزم المثنى الألف وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات والله أعلم وصلى الله على محمد